انا هاني عبد المنعم كابتن النادي الاهلي وكابتن فريق قومي المصري سابقا في كرة السلة المقطع الصغير ده انا عمله في كابتن محمد سيد سليمان كابتن سلعوي كابتن سلعوي طبعا انا شرفت وزملته في النادي الاهلي وزملته في فريق قومي كابتن سلعوي يعتبر رأيي انا الشخصي من اساطير كرد السلة المصرية لعيب مصر ما جابتش زيو لانه هو الوحيد في مصر اللي قدر ان هو مجهوده انه يحرز ضقب هداف اولمبياد لوس انجلوس 1984 وده محدش في مصر عمل زيو هو لعيب فز الحقيقة كان في الملعب كان له تأثير قوي جدا في الملعب وحضور عالي جدا جدا احنا كزمله اتشرفنا به على المستوى القومي على مستوى منتخب مصر وعلى صعيد النادي الاهلي طبعا عشرفت المزملته سنين عديدة هو يعظبر يعني اخوي الاكبر تعلمنا منه كتير كابتن سلعوي ممكن ما اخدشه اعلامان كتير انما هو اسطورة من اساطير كورتسالة المصرية على مدار كل العصور لان هو طبعا اللقب اللي حقه في لوس انجلوس ده ما حدش عامله قبل كده وما حدش عامله بعد كده فهو طبعا لعب كرة سلة من طراز رفيع كان يقدر يلعب في اي حتة في العالم وساعدنا به في الملعب وستمتعنا به واداؤه لعب عالي جدا 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 تحياتي لكابتن محمد سيد سليمان السلعوي محمد سيد سليمان محمد سيد سليمان اه ده الاسم طب ما انت خليك ما ما ودينا كده بعيد اوي كده عن الاسم بتاع ده لان ده واش ده اسم الشهرة اللي في الضابط بيه يعني معظم الناس بس فيه ناس عارفة الاسم ده والاسم ده طب ايه السلعوي ديه كان على اساس ايه تقولتلي رفيع وطويل اه على السلعوي مسا ان كان بتطلع في الصحرة لا 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 ما كانش لسه بتطلع فيه بس حكتين زغرين الكابتن عشان يعني منروحش بره الاولمبياد اه طبعا لا اولمبياد لسه هنتكلم عليها اه احنا لسه الاولمبياد دي بواخده ليل واحده اه انت هتقول ايه بس الاول لكابتن هاني انا بقول لكابتن هاني انا بشكرك على الفيديو الجميل ده وانت زميل ملاعب وكده وانت من الشخصات المحترمة جدا كان لعيب جامد اه اه وتشرف اي مكان تكون فيه طيب مين كان جيلك الزهبي في المنتخب مصر اه لا جيلي الزهبي في المنتخب مصر انا عصرت اه يعني انا عصرت اه كابتن سحارتي دكتور اسماعيل اه فتح كامل عصام خالد اه متحة وردة عمر ابو الخير عمر ابو الخير طريق الصباغ عماد محمود يعني امين شمان احمد مرعي اللي هو من احسن يعني برضو كان لعيب ارتكاز هايل يعني عصرنا ناس كتير هكذا طيب كلمنا عن المنتخب مباراة اللي هي او بطولة او مباراة فصلة مباراة فصلتك لوس انجلوس ايه كان حلمك الحلم اللي انت كنت بتحلمو ايه طبعا احنا كابتن مصطفى ما كناش مصدقين قبل بطولة افريقيا اللي كان في اسكندرية ان احنا تكسبوها نكسبها اه او احنا ممكن نروح اولمبياد مين الفاينال كان بتلعب معاكو الفاينال كان مع انجولا انجولا كان فيه السنغال كمان اه وسط افريقيا والسنغال وساحل العاج ونجيريا ده المربع اه ونجيريا اه فاحنا الفاينال كان معا فاحنا في الافتتاح تملي الفرقة بتاخد فرقة يعني بتاخد فرقة نص نص او ضعيفة اه 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 فبعد الافتتاح اه واخنا راحين فمتحت واردة وط علي وقال لي هنا هكذا كان في اسكندرية اه أه قال لي احنا عايظين ناخد شريط معانا نشغله في الصالة علشان مش هلاقي مش هبقى قدي كده اه وحبيبتي يا ماصر وحاجة تسار عشان تدي ده فعلا العامير تدي حاجة تعمس اللي اينا وداخنا بنعمله فورة القادرة كما بيحصل كده مرحم الكامت المواري فقلت له قلت له ماشي مفيش مشكلة نعمل كده وكده انت كنت الكابتن ولا كان الكابتن من المتحد